للتأكيد على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا جاءت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف زيارة لم يعلن عنها وتزامنت مع الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بايدن الذي جاء إلى كييف عبر كطار من بولندا شدد على أن الولايات المتحدة ستبقى داعماً لأوكرانيا مهما طال الأمر كما أعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لها بقيمة 500 مليون دولار بجانب فرض عقوبات جديدة على روسيا لقد مر عام على الحرب الروسية ومازالت أوكرانيا صامدة والولايات المتحدة والعالم كله يقف معكم أنا أتعاطف مع الشعب الأوكراني ونؤكد من هنا أن هناك حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون دولار سيتم تقديمها لكييف كما أكد الرئيس الأمريكي ثقته في انتصار أوكرانيا بفضل التعاون بين الحلفاء في دعم كييف سياسياً وعسكرياً مشيراً إلى أن الرئيس الروسي أخطأ عندما ظن أن أوكرانيا ضعيفة والغرب منقسم من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن زيارة بايدن هي علامة مهمة للغاية على دعم جميع الأوكرانيين كما أشار زيلينسكي إلى أنه بحث مع الرئيس الأمريكي حجم الدعم العسكري الذي تريده كييف الولايات المتحدة كانت دائماً داعماً لنا منذ بداية الحرب وهذه الزيارة مهمة وستكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين زيارة بايدن تأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن روسيا تستعد لهجوم كبير في الربيع قد يحمل معه مزيداً من التصعيد للحرب التي تعد أكبر صراعاً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية